الموت المشبول هوارب مدين كان سياسة هوارب مدين الخارجية من شد التمييزها وجرأتها تثير بخاوف وتقلق الأنظمة العربية التي تبيع ثروتها الطبيعية بأبخس الأثمان لقاء الاستقوى والاحتماء بمستغلياتها وكانت تزعج القوى الإقليمية الطامعة في نهب المزيد من الأراضي دائما وتزعج الفرنسيليين الذين يتوجسون من صعود بلد قوي ومزدهر ومجهز بالأحدث الأسلحة قادر على مواجهة سياستهم التقليدية في إفريقيا وينوثر على المدى المنظور خطر على أمنهم الوطني ومنذ تأميم المحروقات 1971 وتحكم الجزائر في جبهة البوليساريو كان هوارب مدين أبعد ما يكون صديقاً للممالك الإمارات البعيدة منها أو القريبة أو الفرنسيين والأمريكان نهيكم عن إسرائيل كان التصويت في الأمم المتحدة وتدخلات قاناة سويس وجبهة الرفض تصدي والمساعدات المالية والمعسكرية الممنوحة لحركات التحرير في جميع أنحاء العالم كل ذلك جعل العديد من الدول تصمي جزائر بومدين في خانة العدو رقم واحد قناعة هي قناعة العديد من الجزائريين لا يستبعد أن يكون هوارب مدين ضحية مؤامرة دبرها أعداء أقوية ومصممون لا يهم ما هي اليد التي وضعت السم في الجنات يجب البحث عنهم بين من كان لديهم مصلحة في إخفاء الرجل الذي كان على وشك أن يجعل من الجزائر بروسيا شمال إفريقيا لم يكن جهاز الحماية المقرب لهواري بومدين وعلى رأسي عبد المجيد علاهم مفرحات صرهوني قادر على منافسة المحترفين الذين تكونوا وتجهزوا لمثل تلك العمليات بعض رجال السياسة الفرنسية النافذين مثل جاك فوكار وغير محتجين شروح مفصلة إذ كان قرار تصفية هذا الزعيم العربي أو ذاك الإفريقي قد اتخذته السلطة السياسية هناك قائمة طويلة من الأسماء التي تملأ سجل مديرية مكافحة التجسس ديو سي او التي كنا نعرف كثير عن زسائسها أيام حرب التحرير الأمن العسكري في واخر عام 1979 كانت الناحية العسكرية الثالثة يضم أكبر وحدات الجيش وكان قطاع العملية جنوب تندوف الذي كنت مسؤولا عليه يضم في صفوفه معظم هذه القوى كنا نعتقد أنا ورفاقي أن نصنع القرار الذين نصبوا أنفسهم في الجزائر العاصمة وشرعوا في العمل سيوسعون المشاورات لتشمل الشخصيات الوطنية التي لعبت أدوار رئيسية خلال الثورة والذين ظلوا على هامش النظام وتمتبت إلى المؤسسات المدنية المتبقية وبطبيعة الحال أيضا لجميع قادات النواحي الجهوية وقادات القوات لكن التجاهل كان قد بدأ بسبب إضعاف الحلقة المفكرة نتيجة عقدين من السلطة الشخصية صار بإمكان حفنة من رجال البوليس داخل المؤسسة العسكرية تقرير مستقبل البلاد لأن المعايير الذي اعتمد لاختيار أقدم ضباط في أعلى رتبة كان غريبا فعلا في كتابي الجيش الجزائري في مواجهة التضليل أتحدث عن الظروف التي جرت فيها الأحداث طلب مني سليم سعدي الذي كنت نائبه في بشار الذهاب إلى الجزائر العاصمة لمقابلة قصد مرباح لكي أوصيه بعدم اتخاذ أي قرار متسرع قبل أن يلتقي بجميع المسؤولين العسكريين ويدرسوا الوضع الناتج عن حالات شغور السلطة جاءت هذه المبادرة من سليم سعدي عقب اجتماع ضم كف الضباط الناحية العسكرية الثالثة التي كنت بحكم حساسية حدودنا الغربية الأقوى من حيث الإمكانيات العسكرية كان سليم سعدي عرف الشادلي معرفة جيدة مثل أنا بحيث كنت نائبه أثناء حرب التحرير كان كلانا على قناعة بأن قائد الناحية العسكرية الثانية غير مؤاهل لتولي منصب القاضي للأول للبلاد وكنا متوجسين أشد التوجس من توليه مصير الجزائر لأن الصلاحيات التي يمنحها الدستور الجزائري يمكن أن يؤدي بالبلد إلى التهلك إذا ما تبين عجز الرجل الذي تولى هذا المنصب لسبب أو آخر إن شادلي بن جديد وأنا بكل تأكيد لا أقول ذلك حباً في الإساءة إلى شخصه لديه معرفة محدودة جداً وشخصية عاطفية وقابلة للتأثر عندما وصلت إلى الجزائر العاصمة اتصلت بقصد مرباح هاتفياً لأطلب مقابلته أجابني بأنه لا يستطيع مقابلتي بحجة كثرة مشاغله ومع ذلك أبلغته تحفظاتنا لم يكن مدير الأمن العسكري من الناس الذين يكثرون الكلام على الهاتف لذلك لم يكن بمقدوري أن أقول شيئاً غير ذلك أخبرني عبد الحميد لطرش الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في اليوم التالي أن الأمور حسمت وأن شادلي بن جديد تم تعيينه منسقاً للجيش وعلمنا لاحقاً أن المسألة تمت تسويتها بين قصد مرباح وعبد الله بالهوشات ومحمد عطيلية بحيث أن هذين الأخيرين هما من منح بطريقة عسفية تسكية جميع قادات النواحي بمقر المركزي عدد قليل فقط من الضباط كانوا يؤيدون شادلي بن جديد وكان مصطفى بالوصيف أكثرهم تحمساً للموضوع وما يبرر ذلك التحمس والانتماء الجهوي والطمع في ارتقاء المراتب تحت ظل الرئيس المقبل بعد ذلك ضم الحزب والإطارات العليا للإدارة أصواتهم وسلموا بالأمر الواقع الذي فرضه أصحاب القرار بمجرد تعيين شادلي بن جديد من قبل اللجنة المركزية لجباة التحرير الوطني أميناً عاماً للحزب وعند عودتي إلى الناحية استقبلوني في مطار تندوف تقريباً جميع الإطارات العسكرية قادمين من أعماق الصحراء سألوني ماذا فعلت؟ وهم يعبرون عن خوفهم من مقوع البلد بين يد رجل لا يملك تجربة في التسيير ولا معرفة بمميزات عصره ولا إلماماً بالتوازنات الكبرى للمجتمع الجزائري ولا رؤية جيوستراتيجية دقيقة لاستعاب الملفات الدبلوماسية الكبرى أو غيرها التي تمس الجزائر ولا مشروعاً سياسياً لبلاده عندما كشفت لهم بأن الأمور باتت محسومة كما يقول لطرش والنقص دي مرباح وحفن من الضباط هم من رتبوا كل شيء كان الوجوه مرتسماً على الوجوه جزء من الجيش يحل محل جميع المؤسسات والقواء الحية للبلد اتقاض قرار يحدد مصير البلد كان الصراع من أجل السلطة قصيراً جداً بين المتنافسين المنافسان الآخران هم عبد العزيز بوتفليقة ومحمد الصالح يحياوي لكن بالجديد ومنذ أن تولى قيادة الجيش أصبح يمسك في يده المقاليد الأساسية أما بوتفليقة الذي كان ينظر إليه عن حق أو غير حق على أنه الوريث الشرعي لفكر هواري بومديان فكان يحظى بدعم النخبة الإدارية وكل من كانوا يؤمنون بسياسة ترقية الدولة الوطنية والنمو الاقتصادي ومساعدة الشعوب المضطهدة التي كان ينتهجها الرئيس الراحل لكن هذه الأراء لا وزن لها أمام تحركات قصد مرباح ومن معه غير مكترثين برأي الكثير من إطارات البلد لإيصال بن جديد إلى سادة الحكم الصراع بين قصد مرباح وعبل عزيز بوتفليقة قديم ومعقد فالأول قوي بقوة الأوامر ومنطق النظام الذي يخدمه أنشأ شبكة متينة اخترقت المجتمع والإدارة لرصد في كل شيء والتحكم في كل شاردة وواردة فيما كان الآخر يرى في تجاور الهياك المؤمورة مقصودة تحد من حريته في الحركة صرح بأنه ليس حليفا ضريفا أو مجرد موظف أو متعاون تقني يمكنه أن ينتج معارضة في يوم ما وإنما هو في حد ذاته النظام بعينه شرعيته لا تسمح بوجود للمخابرات في وزارته لقد كان لفظ عبد العزيز بوتفليقة السماح لقصد مرباح بفرض عناصر من الأمن العسكري في مختلف السفارات وفي وزارة الخارجية موضوع خلاف بين الرجلين لفترة طويلة رفع بوتفليقة القضية إلى رئيس مجلس الثورة وكسبها بعدما صاح يجب أن نثق ببعضنا البعض أما قصد مرباح فقد أثبت بعد وفاة بومدين أنه هو جهازه لم يعلن ولاءهما إلا لشخص واحد فقط وليس لأي جماعة ما هي المعايير التي اعتمدها قصد مرباح لفرض بن جديد الماضي التاريخي، الشجاعة البدنية، الكفاءة، سهولة التلاعب في المستقبل برئيس مسير الكل غارق في تخميناته أما قصد مرباح فمن المؤكد أنه كان يعرف من الذي اختاره وأهم من ذلك يعرف من الذي لا يريده وكان محمد الصالح يحياوي غير مرحب به أيضا من قبل صناع القرار العسكري المغامرين مسيرته العسكرية تختلف اختلافا جواهريا عن مسيرة غيره من الوجوه البارزة في الجيش الوطني الشعبي فهو من مجاهدي الداخل ومن كبار جرحى الحرب وليس كده أي علاقة بمعظم كبار الضباط قدماء ما يعرف بجيش الحدود وبالتالي فإن السماح له بالوصول إلى سادة الحكم من شأنه أن يحدث في نظرية معالدي تغيرات غير محبدة داخل المؤسسة إن علاقته القديمة مع الطاهر الزبيري قد تفتح مجال تصفية الحسابات التي سيدفع ثمنها كل الذين شاركوا في هزيمة قائد هيئة الأركان السابق في حالة ما إذا عاد هذا الأخير بقوة بإضافة إلى ذلك كان من المعربين المغاليين ومرجعته الثقافية وصدقاته الخاصة تجلبه أحيانا انتقادات حادة من قبل فريق المسؤولين الذين فرضهم الرئيس الراحل كان ذلك عاملا آخر للذين اختاروا الشادلي لتبرير عدم مطابقة الشخصية كان الشغل الشاغل لقصد مرباح كما أوضح ذلك هو بنفسه لاحقا هو تمكين ضابط قادر الحفاظ على وحدة وتماسك المؤسسة العسكرية ضمانة استقرار البلاد من اعتلاء السلطة تجنبها الوقوع بين يد رجل لن يتناوى في جزرها وتفتيتها المهمة الأولى للشادلي بن جديد ولقد نجح فيها هو منع الصدمات وتصدعات التي كانت تهدد الجيش الشعبي الوطني بعقاب الرحيل المفاجئة للرجل الذي شيد هذا الجيش على قاعدة متينة وعلى نطاق أوسع كان لقصد مرباح تحليل قياس مبني على أحكام ذاتية وقيامية أن الشاد لرجل الشرق يتبناه رجال الغرب وإن مثل هذا الصورة من هذه الناحية تنطبق على صورة هواري بوميدين عندما اكتشف قصد مرباح لاحقا أن الضلال المرتسمة بالظلام لا تسمح برؤية قساوة النظارات ولا علو الجبهة كان قد فات الأوان قبل بضع سنوات مضت جلست صدفة إلى جوار السيدة مرباح بينما كنت في رحلة على الطائرة قالت لي هذه المرأة التي حلت عليها مصائب كبيرة وتحملت مأسادها بشجاعة نادرة كان زوجي يردد دوما بتنهد ويقول كان علي أن أستمع إلى خالد نظار طاعد الجوق من بين الذكريات التي رسقت في ذهني عن اجتماع اللجنة المركزية الذي زكى هذا الاختيار ما زلت أتذكر صورة الرائد معاوية أحد مساعد مرباح وهو واقف يمد ذراعيه ويضبط مثل قائد الجوق حركات المربع الذي كان يحتله ممثلي الجيش الجميع يقوم بإشارة منه لحظة دخول الشادل بن جديد والجميع يجلس دائما بإشارة منه عندما يدخل محمد الصالح يحياوي وبوتفليقا بفضل هذا الدعم القوي أصبح الشادل بن جديد رئيسا للجمهورية من غيء أدنى مقاومة إن القوة الهائلة التي كان يتمتع بها الأمن العسكري هي ناتج الخيار الذي تبنه واري بومدين فلم يكن يستطيع أن يظل صانع القرار المطلق إلا إذا كانت لديه آدات للسلطة المطلقة ولقد أصبح الأمن العسكري على مر السنين هذه الآدات لم يكن بومدين يسعى لكسب انخراط الشعب إراديا بل كان يريد وضوع من أجل مصالحه العليا وكان الأمن العسكري منسق وينظم الجهاز البوليس الواسع الذي ترتكز عليه أركان النظام كان هذا الدور السياد للبوليس السياسي هو الذي وضعته مرارا نصب عيني ونددت به علنا على تلفزيون وفعلت كل ما أستطيع لعادة الأمن العسكري بأي مسمى كان إلى مهامه الأصلية ألا وهي حمادة البلاد والجيش وليس فرض الوصية على الجيش ويدارة شؤون البلاد وراء السطار كان هدفي من الحد من تركز الوسائل في الجهاز واحد وقائده وفرض المعايير المعمول بها في البلدان التي لا تعلو فيها الشرطة على بقية المؤسسات من خلال تعيين عسكريين على رأس هذا الجهاز غير منتميين إلى الاستعمالات وإبعاد المديريات المتخصصة في التخطيط السياسي ومراقبة السكان عن الجيش الشعبي الوطني وضعت جيش الشعبي الجزائري في خدمة الشعب الجزائري وليس في خدمة النظام أردت أن يتوقف الخلط بين الجيش الوطني الشعبي والبوليس السياسي ويشهد على ذلك تعيين الجنرال كامل عبد الرحمن ثم الجنرال فوظيل سعيدي وهما من الموشات على رأس المخابرات وإعادة هيكلة هذه الأجهزة نفسها التي شرعت فيها عام 1989 والتي عارضها بعض المسؤولين بشدة الاستطراض أخذني بعيدا وأقفز على مراحل بعدة سنوات سعود إلى هذا الموضوع عند حديثي عن الحملات الموجهة عبر شخصي ضد الجيش الوطني الشعبي ودائرة الاستعلام والأمن سعود لأتحدث عما أنجزته أجهزة الأمن وبالأخص دائرة الاستعلام والأمن لحماية الجزائر وكذلك عن انحرافات نفس تلك الأجهزة التي لا تزال الجزائر تدفع ثمانها وستستمر في دفع ثمانها لوقت طويل